أهلا بكم يا شباب وحلقة جديدة من شباب على الهوى النهاردة في البرنامج إحنا مضيوفنا هيكونوا شباب بيدوا وقت ومجهود للمجتمع وده من خلال العمل التطوعي العمل التطوعي اللي فيه ناس كتير فاكرة أنه هو بس حاجة بنعملها علشان طبعاً بيبقى عندنا أجر كبير وصواب كبير وده حاجة مهمة جداً جداً أو كمان أنه بيبقى عندنا وقت فاضي فنستغله بشكل أفضل بدل ما يخضر أو يضيع بشكل مش مناسب في الحقيقة النهاردة إحنا كمان عايزين نأكد على أهمية تالتة أن العمل التطوعي مفيد لصحبه جداً مفيد لصحبه في خلق صدقات ومعارف وأماكن جديدة وعلاقات جيدة مع المجتمع ومع الناس وبيعرف إزاي يعطي مجهود وقت وحب للآخرين وده فايدة مهمة جداً كتير من الفوايد هنعرفها النهاردة ومن خلال شبابنا اللي على طول هنستضفهم بعد الفاصل هيدخلوا في الستوديو هيقولوا لنا عملوا إيه وتجربتهم مع العمل التطوعي بتدت إزاي واستفادوا إيه بعد وقت من هذا العمل الكبير يلا بينا فاصل وعلى طول نبتدي حوارنا الوقت بقى مع الشباب ويقولوا لنا تجربتهم مع العمل التطوعي اللي أكيد ما ابتدتش مرة واحدة والفكرة ممكن تيجي لحد ومش عارف يبتدي منين هيقولوا لنا النهاردة نبتدي منين لو حد حابب العمل التطوعي ولو حد الدنيا واخداه ومش لقي الطريق المناسب إنه يبتدي ممكن يعرف كمان إزاي هم قرروا يبتدوا النهاردة إحنا معانا ديوفنا معانا دعاء محمد محمد متطوع أهلا بيك يا دعاء معانا كمان عبد الرحمن ماهر أهلا بيك أهلا بيك يا محمد وعندهم متسع من الوقت بيبقوا متطوعين بتبسط أكتر بقى لما حد بيدخل في الشغل ودوامة الحياة والموعيد والمسئوليات ومعرفش إمتى عندي إيه واجتماعات وحاجات كده وتارجة معين بحققوا حاجات كتير وفي نفس الوقت يبقى باقي قوي على قصة إني بشتغل في العمل التطوعي وبعمل علي في كل الاتجاهات وفي ناس بتقول مفيش وقت يا جماعة للكلام ده عارفة إن انتو بتشتغلوا مجالات شغلك إيه عبد الله أول حاجة بس أنا عايزة أبتدي حديثي بقال الله تعالى وكل عماله في السراء الله وعملكم ورسوله المؤمنون في صورة التوبة وإن العمل هنا مش مكتصر بس على العمل الربحي لأ العمل هنا مكتصر على العمل الربحي والعمل التطوعي أنا كفارد من الأفراد المجتمع أنا بشتغل كونتونت كوريتر وبي آر سواء بقى فريلانسر أو في شركات ده إزاي ساعدني أو العمل التطوعي إزاي ساعدني في شغلي دوت من خلال صغري خالص لما أنا كنت باجي بتطوع مثلا في عمال تبع مراكز الشباب البرلمان الصغير برلمان الشباب مراكز الشباب كل الحاجات ديت منيني اللي كان بيقولك تتطوع؟ أكيد الفكرة ما كانتش موجودة في ذهنك وانت صغير لا هي ولا من داخلك أني لازم عمل حاجة لا من داخلي طبعا لأن سواء بقى ديني سواء مجتمعي سواء كل دوت أنا بفطرتي كإنسان دايما انطلع مني نقطة لأنا عايز أساعد المجتمع عايز أساعد الأفراد التانين بخلاف اللي أنا بساعد الأفراد التانين أنا نفسي بساعد نفسي بلاقي اللي ده بيفيدني في كل حاجة وده عايد علي في شغلي دلوقتي تمام بالنسبالك يا دعاء أنت بتشتغلي أنا بشتغل في التسويق والسوشيال ميديا في حد هيدخل يقول طب هي لا يا وقت منين يعني وقت لنفسك بقى ولا وقت لشغلك والحياة يعني احكي لنا موضوع أني ما عنديش وقت قصة ما عنديش وقت اليوم بيخلص كده ما فيش أي حاجة فيه ممكن أعملها مع حضرتك هو الشغل لحد الساعة خمسة ممكن بعد الظهر وفيه جمعة وسبت أجازة وبنحاول أن احنا ننظم وقتنا بين الشغل وبين العمل التطوعي يعني من الشرط أن أنا أحضر يعني ممكن أحضر معهم على زوم أو اجتماعاته عن طريق التليفون أنظم وقتي بحيث أن أنا أساعد وما بيكون فيه مبادرة بحاول أن أنا أعزم وقتي بين الشغل وبين المبادرة عشان أقدر أن أنا أساعد بشكل أفضل عبد الرحمن بدأ بدري قوي يقول من الطفولة بدأ بدري يعني عنده خبرات قديمة لعمل التطوعي بالنسبة لك بدأتي أمتى؟ لا من حوالي 6-7 سنين بس قبل كده ما كان عندي الشغل والدروس أو يعني ما كانش عندي وقت كافي بس أول ما وأنا في الجامعة بدأت بقى أن أنا أفكر في أن أنا أنضم من العمل التطوعي والمؤسسي جميل بتعملوا إيه في العمل التطوعي؟ يعني كلمة عمل التطوعي دي كبيرة قوي وماشة واسعة جدا على فكرة كل واحد يقدر يعمل حاجة هو بيحبها أو شاطر فيها يقدمها مش كلنا هنعمل نفس العمل أنتم بتعملوا إيه؟ يعني ممكن على أبسط المثال العمل التطوعي أو أول حاجة فيه طبعا حملات إطعام الطعام تعليم الغير محو الأمية الحاجات دي كلها إحنا بنعملها من خلال العمل التطوعي وزي ما حضرتك قلتي هي قماشة واسعة وكبيرة قوي وفيها مجالات كتيرة بس اللي أقدر أقول حضرتك بشكل مبدئي أن العمل التطوعي إزاي فادني وفاد الناس من خلال مثلا مجال مثل مجال الأستاذ الدعاء مجال الماركتنج والسوشيال ميديا وكل حاجات دي العمل التطوعي هنا بيفيدك اللي أنت أساساً وسط العمل التطوعي أنت بتعمل ماركتنج للعمل التطوعي دوت لما فيه حملة محو الأمية بتتعلم إزاي اللي أنت تتسوق للحملة ديت عشان تعلم ناس أكتر فهنا أنت بتلعب على شكرين اللي أنت بتتعلم يعني إيه ماركتنج وإزاي تدعاء سوشيال ميديا سواء أولاين أو أوفلاين وفي نفس الوقت أنت بتجيب بتجذب ناس عشان يدخلوا في عمل خير وفي نفس الوقت في ناس بتيجي عشان حملات نحو الأمية دي كامتحانات ليهم وما إلا ذلك تمام يعني زي ما قال عبد الرحمن العمل التطوعي لو أنا مسكت حاجة معينة فيه أو أنا قررت أنه يبقى عندي هدف ما فيه بعمله زي مشروع المشروع ده بديره أو بشترك في إدارته علشان يوصل للناس بالضبط أحب الأعمال التطوعية من وجهة نظرك واللي أنت شايف أن أنت بتأدي فيها كويس إيه هو مشاركة أن أنا أشارك مع مؤسسة أو جمعية في عمل تطوعي والفترة الأخيرة ندوات تسقفية عن الزواج المبكر لأن نسبة الطلاق في مصر ارتفعت جدا خاصة في الفترة الأخيرة فبنحاول أن نعمل ندوات تسقفية للشباب المقبل على الزواج ده من خلال برضو المؤسسات والجمعيات اللي احنا مشتركين فيها برضو محو الأمية زي ما عبد الرحمن قال لأن الرئيس يعني إن شاء الله لحد عام 2025 عايزين ما يبقاش فيه أمية خالص في مصر بإذن الله فإحنا بنحاول من خلال المؤسسات والجمعيات إن إحنا نادي على الأمية بشكل كامل ونحاول إن إحنا نوعي حدا ما يقول لي قريلي ورقة أو إعلان أو كده ليه ما تتعلمش يا حاج إدي لنفسك فرصة وأمل إن إحنا يبقى فيه قرية وكتابة خصوصا إن بقى فيه يعني عارفين في الفترات الأخيرة بقى فيه أخبار عن حد الجير قوي في السن قدر مثلا يحصل على شهادة الجامعة مع ابنه أو بنته ما عارفش حد كان بيحصل على شهادة الإعدادية هو عنده كام سنة يعني الحاجات دي أكيد بتدينا برضو تشجيع وأهمية العلم لازم تبقى موجودة في أي سن خاصة إن إحنا كمان داخلين على تحول رقمي نحن عايزين نتعلم بحاجات تانية فهيبقى مش بس إراءة وكتابة لازم يتعلم إنه هو من خلال مثلا أبليكيشن أو من خلال الموبايل إنه هو يعرف يتعامل معاه بشكل جيد فده برضو تطور خلاص الموضوع إنك تروحي مصلحة حكومية موضوع إنك تروحي مكان مكتب بريد الكلام بإدم بقى فيه حاجة تانية اسمها إنك تتعامل من خلال الأبليكيشن فلازم يبقى فيه محو أميل ده كمان عندنا كلنا عبد الرحمن تأكدت لي أول حاجة إن أنا موضوع إن أنا أعمل حاجة أو عمل تطوعي ده فدني أنا شخصية بزرور يعني عاد علي بالنفع أنا شخصية أكيد شخصيتك فيها إيه؟ لا ما دي بضو سؤال تغيرت سؤال لو ماشى وسع قوي بس إحنا هنكمل مع بعض وناخد إجابة السؤال ده بعد رفع أدان الظهر وترجعوا لنا مرة تانية ونكمل حادثنا مع ديوفنا كنت قبل رفع الأدان بسأل عبد الرحمن عن الاستفادة استفادته هو كشخص وقال لي وماشى عريضة جدا أنا عايزة عرب بقى ملامح الموضوع إزاي أنا أستفيد شخصيا يعني هقولك حاجة بصراحة فيه ناس بتقول أنا مثلا ما عنديش الوقت الكافي وهعمل ده طب ما أنا ممكن أعمل أعمال خير تانية من غير التطوع بنفسي إيه اللي هيفدني أنا كشخص يعود علي بالمنفع لو أنا قمت بنفسي بالتطوع طب أنا هقول لحضرتك في أول شيء بالنسبة لعمل الوقت وده اللي كانت ذكرته أستاذ دعاء عمل الوقت هنا أنا لو وفرت في اليوم الواحد مجرد ساعة على مدار 30 يوم في الشهر فأنا خدمت المجتمع بتاعي 30 ساعة في الشهر الواحد وعلى ما ظن 30 ساعة ده الكافين اللي أنا قدر أعمل فيهم أكتر من عمل خيري مش هيبقى مقتصر على العمل واحد وساعتها هيبقى لمت بالقماشة الكاملة اللي أنا حضرتك كنت أتكلمك عليها تمام يعني خلينا في القليل الدائم بالزبط هيبقى في الأخر وده طبعا لأحس على رسول الله صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام هيبقى في الأخر هيبقى في الأخر رقم عظيم وعمل عظيم أنا بشتغل على قماشة واسعة أوي بس بقسم بس وقتي بقسم الحاجات اللي أنا قريحة لو عندي 30 ساعة في الشهر ممكن أعمل مثلا فيهم 5 ساعات إطعام طعام 5 ساعات توعية فكرية 5 ساعات توعية لزروا القدرات الفائقة 5 ساعات كذا 5 ساعات كذا لقيت اللي 30 ساعة ما توزعوش على عمل خير راحت لا توزعو على 10 أو 15 عمل خير فالأمر سهل مستعب عليك طبعا أنت متدرب من زمان بكلم حد من هو طفل بيشتغل بنسبانه مسهل مستعب إن شاء الله بإذن الله يبقى سهل على الجميع دعاء فينس بتقول طب أنا موافق أنا خلاص أنا متحمسة هو عايز أعمل زيهم أبتدي منين تبتدي أن أنت أقرب مثلا مؤسسة أو جمعية عندك شعور بمصدقيتها وأن هم بيقدموا الخدمة بجد أخش عليهم كده أنا عايزة أنا عايزة نضم معاك وهم هيوافقوا أي مؤسسة أو جمعية بتقبل أن أنت تنضم طالما أنت عندك حب العمل التطوع وعمل الخير ما بيرفضوش لأن أكيد طالما أنت حابب أن أنت رايح بنفسك وحاب بجواك الدفع أن أنت تساعد هتقدر أن أنت تساعد وهيبقى بشكل فيه مصدقية تمام دلوقتي بقى هنروح لتقرير هنشوف مع بعض دلوقتي بيتكلم عن الشباب والعمل التطوع نرجع مرة تاني مهم جداً موضوع أن نحن يكون الشباب بتطوع لأن أول حاجة هو ربنا وصنا عليه يعني أقدر أن أنا أساعد جار ليا زميل ليا زميلة ليا خصوصاً دلوقتي في التعليم في اللي هو العمل التطوع في المدارس يريد كل المدرسين اللي هو معهم شهادات ينزلوا المدارس اللي هي الحكومية اللي محتاجة كتير قوي للمدرسين وده أهم عمل لأن التعليم ده رقم واحد في مصر لازم نهتم به لأن بناء عليه هيطلع عندنا شباب واعي وفاهموا يقدر يساعد أجيال تانية الناس كلها تبقى إيدوا واحدة يعني إن إحنا كلنا ما مبقاش الواحد بصص لنفسه بس وعلى قد ما يقدر يساعد جريانه ويساعد أصدقائه اللي نعرفه واللي ما نعرفوش حاجة كويسة جداً ومفروض إن إحنا أصلاً نسعى لدوت علشان يبقى فيه ناس كتير تبقى على نفس المستوى المعيشي إن إحنا نساعد الناس وفيه متهالي كمان جمعيات خيرية كتير بتعمل على الموضوع دو موضوع مهم ولازم إن إحنا كل واحد من جواه يبدأ بإنه هو يتطوع ويساعد أي حد حواليه سواء كان مثلاً حد أنا ما شاهد الشارع شفته حد جاري حد حتى لو من قريبي من بعيد كل ده هيتحسب في ميزان حسناتي وإحنا ندخلين برضو على الأيام مفترجة لازم كل واحد من جواه يبقى حسناه عايز يعمل كده مش بيعمل كده عشان هو مقبر لأ من جواه لازم يبقى ني عشان على الأقل تتحسب له لازم على فكرة يعني أي شاب في عمره إذا كان 20 سنة 30 سنة حتى لو أصغر من كده لازم يتطوع في أي مكان يقدر أنه هو يقدم أي خدمة بدون مقابل يعني هو الموضوع كله بدون مقابل ده بيبقى حاجة من عند ربنا هبة بقى ربنا بيبعتها لنا تربية من البيت يعني البيت نفسه طلع الناس كده أو طلع أولاده كده فالموضوع ده مهم جداً جداً وعلى فكرة يعني نفسياً بيطلع كمان الطاقة السلبية اللي عند البني قدم عند الشباب إذا كان عايز يعمل أي حاجة وحشة لأ الموضوع ده بيخليه ينفذ أفكار بيحس حتى بالناس اللي حواليه وده حاجة مهمة جداً يعني رأيي عبد الرحمن إن الموضوع مش بس فوايد بسيطة أو فوايد للشخص نفسه أو إزاي أشغل وقتي كمان ده علاج للمجتمع وممكن كمان إنه يحد من زواهر كتيرة جداً داخل المجتمع ويحسن السلوك المجتمعي عرف منك بقى قصة علاقة العمل التطوعي لك كفرد أو غر كلنا طبعاً من الأفراد بالمجتمع إزاي يعود عليه؟ زي ما ذكرت لحضرتك إن العمل التطوعي مش بس له تأثير على المجتمع لا هو علاج للمجتمع يعني مثلاً ممكن نقول لحضرتك أبسط مشكلتين فيهم وهما الإدمان والأمال فكري لو هنتكلم على الإدمان فمن أهم المشكلات بتاعت الإدمان اللي الواحد بيبقى متشائم الحد ده بيبقى منعزل عن المجتمع بالعمل التطوعي المشكلة دي بتبتدي تتحل تدرجان وده بيبقى من خلال طبعاً إدكاتها النفسيين وأشاده بدوت إن الشخص المضمن ومشارطي بيبقى إدمان المخدرات فقط لا إدمان المخدرات إدمان السوشيال ميديا إدمان شيء بحد عينه ده علاجه هو العمل التطوعي أنا بنزل بتفاعل مع الناس بتفاعل مع المجتمع بطلع أفضل مع عندي فده بالنسبة لأول مشكلة هل تبت بورس في موبايلة كتير؟ زي هناك كده عادي ولا؟ لا لا ببقى واخد وقت لتليفون وقت للكتب لأنا عندي مكتبة في البيت فبقى مفضل لبقى لها وقت أفضل فبالليه بأسألك السؤال ده لأن الناس اللي عندها فراغ كتير بتبقى دائمة التصفح في كله وأي حاجة وأي وقت واتبع تعليقات واتبع أخبار ما لهاش لازمة وليها لازمة وهكذا وبتحس بعد كده أن الوقت بقى تستاعة خلاص الوقت جري واليوم خلص فبتعتقد أن العيف في الوقت إيه ده الوقت خلص ده اليوم جري لا والله مش العيف في كده خالص إهداره بس وده اللي هيخدنا المشكلة التانية وهي الأمية الفكرية يعني لو تسمحي دعيني أسأل حضرتك سؤال لو هنبدل أدوار لو حضرتك شايفة أن فيه شخص خريج جامعة وفي شغل ربحي وشخص مؤثر في عمله جدا من وجهة نظر حضرتك هل هو شخص صلى في المجتمع ولا لا لا الصلاح ده موضوع برضو وماشى عريضة جميل يعني قصة أننا تحكم على حد بالصلاح أو عدم الصلاح مش من جانب واحد من حياته لأنه ممكن يبقى ناجح جدا في جانب واحد وعنده قصور في جوانب أخرى فخلينا نقول خلينا نقول إذا كنت بتتكلم على الوعي الفكري وإذا كنت بتتكلم على زيادة إدراك المجتمع بأنك تنزل داخل المجتمع عشان شوف القضايا المختلفة اللي ما تعرفهاش هو ده في حد ذاته نجاح كبير وقصدي كمان هنا للأمية مش بس أمية قرية وكتبة يعني يمكن أنا كنت بناشد في أكتر من ممصة سواء حزاب سياسية أو مؤسسات مجتمع مدني أن يا جماعة الأمية مش أمية فكري بس وزي طبعا ما أشهدت الأستاذ الدعاء أنه في 2025 مش عايزين يبقى عندنا أمية خالص واللي أنا أتمنى اللي في 2025 مش بس ما يبقاش عندنا أمية لا ما يبقاش عندنا أمية فكري يعني الشخص اللي أنا كنت بسكول حضرتك يبقى عنده وعي أجابة حضرتك الدبلوماسية جدا للقضايا المجتمعية ممكن يبقى حد صالح في شغله ربحي وكل حاجة ولكن هو مثلا عنده مشكلة عمف ضد الأطفال رغم أن هو حد صالح في شغله دكتور جميعي أو خارج جميع ده شيء طبيعي يعني هو ممكن يبقى فيه قصور في الجوانب تانية بالضبط فلا تحكم على أحد إلا من خلال اللقية الكاملة ده اللي بيصلحه لعمل التطوع طيب موضوع عندنا يبقى عندي خبرات كتير يعني شايفة أن أنت دخلت في كذا حاجة دخلت في حاجات كتيرة قوي إيه الأماكن اللي روحتيها وإزاي قدرتي تتفاعلي معاها وتقدمي شيء يعني أكتر من مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني كل مؤسسة فيهم أنا اللي أدور فيها يعني مثلا في دور أن أنت تشارك أن أنت تبقى إعلاميا برضو بتنوها عن المؤسسة وعن الخدمات اللي بتقدمها وأن أنا أظهر ده الجيري عشان يقدر أن هو يشارك أو أحببه في فكرة العمل التطوعي يعني في بعض المؤسسات بتقوم أنها بتدي ندوات في بعض المؤسسات بتدي كرسات دورات تدريبية كل ده بيفرق مع الشخص أنه هو يلاقي أن المؤسسة بتدي ده بدون مقابل وأنها عايزة تخدم شاب مقبل على عمل ده بيخليه أنه هو حبب أنه هو يتطوع أو أنه هو يقدم الخدمة يعني بالنسبة لك من أهم المجالات موضوع تدريب أو إعادة تأهيل للشباب بما يتناسب مع سوء العمل فبالتالي بيبقى فيه فرص أسهل أنه يجد وظيفة وطيل كمان فيه ندوات تصقيفية عن الزواج المبكر غيرها من الندوات غير الزواج المبكر ومحو الأمية فكرة أن الشباب لازم أن هو ما يهدرش وقته في أمور غير نفعة يعني لازم أن احنا ندير إهدار الوقت لازم أن احنا نوعي أن أنت ما تهدرش وقتك في حاجات ما تنفعكش أنت ما تنضمن لعمل التطوعي مش هيبقى فيه إهدار لوقتك في حاجة غير نفعة صبت هي الدقايق والساعات والسنين هي عمر حضرتك أيها بالضبط إهداره معناه أن أنت بتاعي مشكلة كبيرة جدا في إدارة عمرك فالموضوع ما بيبقاش أن يومه عدى وخلص هو يوم عدى إزاي؟ بالضبط يوم عدى إزاي وإمكانياتك زادت إيه في اليوم ده؟ تعليقوا على الصور دي من خلال الأنشطة والفعليات اللي بتقدموها مش كده؟ شايف أن أنتوا بتروحوا أماكن كتير مختلفة والأماكن دي أكيد فدتكوا بشكل كبير طيب بتقدر تشجع إزاي غيرك أنه يعمل عمل التطوعي؟ أكيد أنت ليك أصدقاء وفي منهم طبعا داخل دايرتك اللي هي دايرة العمل التطوعي وفي منك لأ يعني معلش يعني أنت خليم وكل حاجة أنا موافق قال أنت بتعمله جدا بس أنا مش معاكم بالضبط بنعمل إيه؟ بنعمل إيه هنا هو أول حاجة بعيدا عن أصدقائي تعالي أكلم بعض حضرتك على المجتمع بشكل عام أن أنا إزاي أحس الشباب على الخدمة التطوعية أو العمل التطوعي هو من ضمن محوى العمل التطوعي نفسه وهي الأمال الفكرية أنا لو حد دلوقتي عندي فكر مرض جواعي بشكل كامل مش هستنى أن حد هو اللي يجي يقولي تعالي هاخدك ونروح نعمل كذا لأن أنا لما كنت صغير محدش خدني وقال لي يلا هتوح مثلا تعمل عمل تطوعي في مكان ما أنا اللي وحتل نفسي كان عندي 11 سامة تقريبا أول مركز شباب دخلت وكان جنب بيتي زي ما ذكرت الأستاذة دعاء سعيد أقول لك حاجة توجيه غير مباشر هناك حديث غير مباشر من الأسرة من المدرسة من الكبار من الناس المقربين للأطفال ممكن يبقى فيه حوار غير مباشر عن إن إحنا نشوف الناس الموجودين حوالينا ونقدر نعمل إيه علشان نخليهم في أحسن حالة أو نقدر مسعيدهم بشير يعني في الأطفال في المدرسة منهما في كيجي أو بيبي كلاس أنا ما بعمل تيم بينا الأطفال مثلا في عمل ما أو هنعمل مثلا شكل معين أو رسومات معينة أنا كده بحسهم إنهما يبقوا تيم مشاركة مع بعض فأنا بحط البذرة أو الأساس منهما صغيرين لسه إنهما أعمل ما بينهم مشاركة المشاركة دي هتخليهم يكبر إنهو عايز يشارك فهمه أكبر يشارك الآخرين في دايرة أكبر يا تارى أنا مش عايز أتكلم قوي عن الحاجات اللي ممكن تكون عطلتك لأنه ممكن حق دي يتلكك لي بقى آه ده فيه بقى حاجات بتعطل بقى و أنا مش فاضي فمش عايز أقول عطلة يا جميع أنا عايز أقول كده أنا عايز أقول إيه الحاجات اللي ممكن تكون وجهتكو في البداية وانتصرتوا عليها العوائق علشان تقدروا تكملوا مسيرتكو العوائق اللي كانت بتقابلنا في عمل تطوعي وهي مش بس عوائق في عمل تطوعي العوائق سواء في عمل تطوعي أو في عمل اللي بحي احنا بنعمل عادي هو قراء الناس الناس اللي عندها أنت مستفيد إيه أه أنت مستفيد إيه أنت بتضيع وقتك في كل ده لإيه فكنا بنحاول بترق لا مباشرة زي محضرتك زكارتي وإنفس الوقت بترق مباشرة اللي هو لأ أنا بستفيد كذا وكذا وكذا طيب ممكن نوسع سؤال أكتر إن إزاي كل الناس دي ما تقابلش الناس اللي عايزة تدخل مجال العمل تطوعي ما تقابلش المشكلات دي فيما بعد ده من خلال إيه من خلال دور المؤسسات المجتمع المدني من خلال مثلا مثلا زي قسم الماركتنج عند أساس دعاء اللي هي تحس الناس اللي صنع عمل تطوعي في صورة مثلا إعلانات لها مباشرة على السوشيال ميديا إعلانات أوفلاين في الطرق حاجات في مراكز الشباب كل الحاجات ده يعني إنك ببساطة تنضم لمكان مرزم أكتر فيبدأ يقلل المعوقات عندك عشان بعد كده أنت ممكن إيه تنطلق بقى في كل الأماكن وما يبقاش عندك أي معوقات في الحياة وبرضو من خلال السواء لحضرتك ترحتيها وذكرت اللي إحنا وإحنا أكتر من مكان ده كان تأكيد على كلام اللي ممكن تبقى لحضرتك لو 30 ساعة بس في الشهر ممكن ترحبيهم ترحبيهم ترحبي المكان بكتير قوي طيب أنا بشكركم جدا وطبعا بتمنى لكم كل التوفيق وديتولنا قد إيه أفكار جميلة وشكل من أشكال الإيجابية الجميلة على الصبح كده بشكر عبد الرحمن ماهر ودعاء محمد محمد المتطوعين أنا بس محتاج قبل قبل ما ننهي الحلقة أوجه الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني ولكل الأماكن اللي بتحس على العمل التطوعي ولشخص ما لو أمكن وهو المستشار هيسا بيري فاعي وعضو من بدرة حياة كريمة واللي كان من أوائل الناس من بعد ما أنا دخلت العمل التطوعي لحد ما بتديت أكبر اللي حصينا على العمل التطوعي ومسي أعلى لنا بصراحة آه يعني اللي حصينا على العمل التطوعي وإحنا إزاي قدرنا نشارك من خلاله في حاجات كتير قوي الثلاثين ساعة دول ما كناش بنوح فيهم ثلاثين عمل لا كنا بنوح فيهم مئة عمل جميل جميل أنا بشكركم جدا وبشكر كل القائمين على هذا العمل الكبير وإن شاء الله دايما شبابنا يبقى عندهم حماس وقوة إلى اللقاء